حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكراً لكم 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 بعد أن يتنشئ الانجاج سأتسى إلى هذا المرحل وقفت بإصداء إنسان أيها سوية تجربة عفوة وقفت بإصداء سبهانه الله عندما كنتهان وقفتي فرسلت وقفت بقل وقفت بذارة فردنا الله سبهانه وتعالى تعالى فالعون Though adviseي أجلبها لذلك أعطي وقد يتطلق ونقفرين ممتدد إنك تقريبًا في العلوي حيث يجب أن يكون دائماً وكي تقريبًا وعلى نفسه وإذا فهذا فهلاً يكون حدًا يدقى من ميزمه اشتركنا بحثتنا بحثتنا بشكل مدير وضع بحثتنا بحثتنا مئة وخمتنا بحثتنا 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 وقلت بالحثة فقد لقد قمت بتقليقه فقد كانت تخليقًا كانت تخليقًا والصحابي يقول عبالي إذن وقفت بأسكرة يا آله ليت منطقة إجزال ووضع خيامك بدون مانا ولم يعمل وإذن وأحسايا لغتنى لا يموت وـلوالا علي الله أحسن اشترك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة الله اشتركوا في القناة 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 الله أكبر يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله ورحمة العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك العهد وهياك نستعين اهدنا الصراق الهي السقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم نحشوهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أي نشركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا لا كنا مشركين انظر كيف جذبوا على أن نزل وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أنظروا أكنة من يفروا وفي آذان وقرى وإن يرون الآية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا الله أساطير لولي وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشكرون ولو ترى إذ رففوا على النار فقالوا يا ليتنا مرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل فدا لهم ما كانوا يخفون منهم منقر ولو ردوا لعادوا لما نوعا وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولم تلائف ولم تلائف رغفوا على ربهم قال أليس لا باب الحق قالوا بلى وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون قد قفر الذين كذبوا بالإقراء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة برده قالوا يا حسرتنا على ما قررنا فيها وهم يحملون أرزارهم على ربورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحسنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بالآيات لا يجحتون الله أكبر يكذبون يكذبون الله أكبر أكبر الله أكبر الله 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 أكبر 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 elo أكبر 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 فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصفنا ولا نبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان تهر عليك إعرافهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاجيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهدين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله هم إليه ينشرون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربك قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أجفرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم نمثالهم ما طرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم ينشرون والذين كذبوا بآياتنا صن وذكر في الظلماء من يشأ الله يقلق ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم سمع الله لمن حميدا الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وبركاته السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي 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 بالجرح نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة هذا فضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قليل دائم خير من كثير من قطع that you give little but continuously is better than giving so much one shot and then you stop this concept of going overboard is not preferred in islam i have to balance myself and i have to train myself ليش نصيام 30 days because we build habits in at least 30 days so it's an opportunity that we build good habits so جزاه الله خير story number two the famous twenty dollars right i know you're reading i loved it for them two twenty dollars play money i actually i recommend twenty dollars i was going and then i'm collecting and i hit a couple of brothers young five and six something like this they're sitting next to their father جزاه الله خير i'm bringing them with him and i was like okay so they looked one of them had this in his hand and the other one had nothing in his hand and then i was like okay i'll pass so the minute i'm going the one who had nothing in his hand looked at me like yes 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 and he put his hand like this and he brought the 20 and i'll take it from him bring it i'll take it and i took it from him what's more amazing his brother that had the 20 he said me too take my 20 one piece of silver better than whatever narration الف دينة or الف دوحة a thousand pieces of silver or a thousand pieces of gold in the sight of Allah why because it's not how much we give but rather how dear what we give to Allah we will get the bir when when we spend what we like it is said the ayah translation you will not gain or have righteousness until you spend from what is dear to you what you like what you love and it is used to say it is said he used to donate sugar they asked him why are you donating sugar specifically he said because Allah said you will not attain righteousness until you spend from what is dear to you what you love and i love sugar so these lessons that we gain every day of Ramadan every night of Ramadan are opportunities and i will not forget the last story of the last young brother when i racked up i closed the box with Allah he came and then he's like take only 20 give me change back he gave me 5,000 and he's like let me change back i was like well why this is courage sometimes you know you will feel shy you're like what's the sheikh gonna say i'm gonna give him 20 and take back 15 do this it's okay one story i remember my uncle used to tell me there was an older brother come on see trust me how can you say sheikh 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 my uncle used to tell me you see this guy you see this man every single time he enters the masjid he opens that door he drops whatever he has a dollar 25 cents anything but he doesn't let the opportunity go that every time he goes to the masjid he just drops something we said but now he is receiving all these quarters all these dollars all those whatever that he donated for the sake of Allah because he was faqif it's not about how much i tell you the final story a brother says that the imam the sheikh gave us a khutbah and he fired us up and people start donating generously he said i put my hand in my pocket i just received my paycheck i cashed it i put my hand in my pocket and i took whatever that came out and i put it in the box of donation and then the brother behind me he taps me on my shoulder and he's like he hands me a bundle of money i was like mashallah like you you can donate that much so he takes it and he puts it in the donation box and then when he's turning his done he's like that was quite a bundle of money that you gave he's like no no i was telling you this money fell out of your pocket so i'll bring it to your attention allah asli allah the idea is not to just get fired up and then put a big pledge or pay so much money and then you feel ya Allah and that's why the prophet he did not allow some of the pahaba to come out of their money come out of their wealth completely hundred percent because he knew they couldn't but when Abu Bakr did it he did it several times more than once he allowed him he knew that he could handle this challenge this test of giving all his money and still remain with his iman so i ask Allah subhanahu wa ta'ala to make you and i and those who hear the word and act upon the best of what they hear wa jazaakum allahu khayyam umu lalazana allahu khayyam allahu khayyam bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالي يوم الدين إياك نعلم وأياك نستعيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الضامهم لن يرجعون وقالوا لولا نزل علي آية من ربه قل إن الضام قادر على أن نزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمه أمثالكم ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمه أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صمور وهقهم في الضربات من يشأ الله مضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتبقوا الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صدقين بل دياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قضيك فاغذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم من بأسنا تضرعوا ولكن قسد قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما تكروا به فتحرى عليهم أبواب كل شن حتى إذا فرحوا بما أوتوا أقضناهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أقضناهم بغدة فإذا هم مجلسون الله أكبر ترجمة نانسي قنقر 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 الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين يمعنت عليهم غير المرطوب عليهم ولا الضالين آمين وكذلك جهدنا بعضهم من بعض ليقولوا أن أولئك من الله الله أكبر لذين نؤمنون بآياتنا فهم سلام عليكم كتب رحكم على نفسه الرحمة فأنه من عدل منكم سوءا بدهالك ثم تاب من بعده وأصلح فأنه بقوع وحيم وكذلك انفصل الآيات ولكستمين سبيب المجرمين قل إنني نهيت وأن أعبد الذين تدعون منكم الله قل لا أتبع أمواءكم طب ربك إذا وما أنا من المهتمين قل إني على بينك من أربي وكذبتهم به ما عندي ما تستعجلون به إن لكم إلا لله يحص الحق وهو خير الفاصل قل لو أن عنده ما تستعجلون به لنقضي الأمر بيني وبينك والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلم ما إلا هو ويعلم ما في البحر والبحر وما تسعب الورطة لا يعلم ما ولا حبة في ظلنا في الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا بيتاب عبين اللهم أكبر سمع الله من من حمد اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحبذ وإياك نستعين ادنا الصراط المستقيم صراط الذين أفعلت عليه غير المغفوب عليه ولا الطاقين آمين ونوى الذين يتعفاكم بالليل ويغنرون أدعكم بالفلال ثم يبعثكم فيه من يقضى ثم يبعثكم فيه من يقضى لن نسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسولنا توفته رسولنا وهم لا يفرقون ثم ردوه إلى الله مولاه الحق ألا لهم الحق وهو أسرع الحاسبين قل من ينبيكم من ظلمات البر والبحر تنغونا متضرعا وأفيا لإن أن جاءنا من هذه لنقول لن من الشاكرين قل الله ينبيكم منها ومن كل كرض ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يدعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرض لكم أو يلبسكم شيعا ويجيق بعضكم نحسبا قلوا كيف نصدقوا الآيات لعلهم يفطرون وكذب به قلوك ونوى الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوفون في آياتنا فاعرق عنهم حتى يقودوا في حديث غيره وإما ينسنك الشيطان فلا تقود بعد الذكرى فلا تقود بعد الذكرى مع القوم الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمدت الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة 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 الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا 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 اشتركوا في القناة 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 اللهم لك الحمد أهل الثناء وأهل المجد اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض اللهم لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك بطرة وأصيلا اللهم اغفر لنا قنوبنا واسر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصر خروجنا واهدنا سواء السبيل اللهم تقبل منا سيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا أعمالنا كلها اللهم تقبل منا فإنك أنت القفور الرحيم اللهم اغفر لنا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وفدا رصر عنا سوء وشر ما قضيت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيه ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما ترغل به علينا مصارب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبدالنا والخواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوالف منا واجعل ظهرنا على من ضرمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أثبرا منها ولا ببلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلق علينا اللهم بجلوبنا بل لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعلنا في حقامنا هذا في يومنا هذه في أيلتنا هذه لنبا إلا رمرته ولا هملا إلا قردته ولا كربا إلا منفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريبا إلا شعيته ولا ضاعا إلا هديته ولا شعفا إلا أصلحته ولا ضاعبا إلا ردته ولا بعيدا إلا قربته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا أغنيته ولا أغنيته اللهم ارحم واردينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بدينا وارحم بفضلك جميع المسرين والمسلمات الأحياء منهم والأمواة إنك سمير قريب مجيب الدعوات اللهم إنك أفو من تحب العرب وتعفو عنا يا رب العالمين اللهم اعطوا عن المظلومين واقضوا الدين عن المدينين وانصوا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم وليا ورسيرا ومعينا وغيرا اللهم هذي البيت الأقصى اللهم هذي البيت الأقصى اللهم هذي البيت الأقصى وجميع بلاد المسلمين اللهم امني خائل في فلسطين اللهم امني خائل في الشجاء اللهم امني خائل في كل مكان اللهم اصعروا عن العباد والبلاد اللهم اصعروا عن العباد والبلاد اللهم اصعروا عن العباد والبسطين اللهم що بنوعين كلهم لا يُعشز replica اللهم اجعل هذا البلد بلد الآبن المطمئنا سفاء رفاء وسائل ملاعي المسلمين اللهم اوفي الحكامنا وولاة أهلنا لما تحبه وقرضا اللهم ارسوا بهم نساء الله عندي رائع النساء اللهم ارسوا بهم دينا وأعزلهم جندة اللهم ارسوا بنا واصيهم من الذر والتقوى وإلى الصباح والفلاح والخير ما ترضى اللهم ارسوا بطارة الصالحة التي ترينهم على الخير وتدلهم عليه اللهم ارسوا بطارة الصالحة التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه اللهم اوفي اخواننا في هذا المنزل لا تبه وقرضا اللهم اعينهم واتعين عليهم اللهم اوفيقهم اللهم احقق رجائهم اللهم احقق لهم الرجاء اللهم احقق لهم الرجاء واجعلهم من كل ضيق ترجى ونخرجا ارجاع اللهم احقق لهم عيض يا رب العالمين اللهم احقق لهم امراجد اللهم اreme يوم نصيرا اللهم ابرك لهم وعليهم اللهم احقق لهم بما حب في التبيع ولياك الصالحين وذكر الحاجين يا احمد را staging يا رب العالمين اللهم اعين كل من انفق فيها والمركز هذا الجلال والإقرام الله احقق عليهم خيرا مما انفقه اللهم مبارك له في ماله اللهم مبارك له في أبنائه اللهم مبارك له في صحته اللهم احفظ بغضه وابنأه بكلأه اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصر فرده واغفره الجنة يا ذا الجلال والإقرام وصدق الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحفه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة